معانا أو واحدة من المفاجآت اللي احنا محضرينها واحدة من الأمهات دول اللي قدمت للنادي الأهلي تحديدا هداية جميلة قوي متعتنا دس للأسف في وقتها كان عمرها كان قصير ربنا رايد كده بس عمرنا ما بننسى ده يعني بالرغم من الوقت القصير اللي هو يمكن قضاف النادي الأهلي لكن دايما بيبقى وهتنضم هي لنا دلوقتي والدة محمد عبد الوهاب هتكون معانا علشان بس نقولها كل سنة وانت طيبة يا أم محمد يا ست الكل يا راديا يا جميلة يلي انت تاج ودرة فوق جبين كل أهلاو الحقيقة بيعتز بيك وكلنا النهاردة يعني ولاد النادي الأهلي كلهم ولادك مش محمد بس ربنا يا رحم كل سنة وانت طيبة حبيبتي وانت طيبة يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب تعمل ايه؟ نرحب بك يا حاجة طبعا ومش احنا بس احنا هنا الحمد لله احنا جزء صغير البيت الكبير لكن كل كيان النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي بتنقل صوتنا لحضرتك وبتقولك كل سنة وانت طيبة عيد أم سعيد ويا رب تكون في صحة وسعادة دايما ان شاء الله وانت طيبين وكلكم أولادي والله وبتسعدوني وربنا يخليكم ربنا يخليك زي ما قالت سهم كلنا أولادك يعني العمر طبعا طبعا كلنا يعني محمد عبد الهابي طبعا حبيب الكل واحنا دايما بنتذكره بالخير ودايما بنقول ان وراء كل بطل فيه أم عظيمة اليوم دا بيمثلك ايه حاجة وتفتكر منه ايه بفتكر محمد وهو داخل علي وبيقول لي كل سنة وانت طيبة ويبقى جامع اخوته جنبه ويقول لي خدي هاتهديتك عشان انا ما بعرفش اجيب والحاجات دي يعني طبعا يعني كلنا أولادك يا حاجة كلنا أولادك ويمكن ذكرى ذكرى ابنك كمان لما دلوقتي كلنا بنفتكر مش بس على مستوى اللعب وده مهم جدا جدا على المستوى الأخلاقي وعلى مستوى التربية ودايما بنقول هي الأم هي عصب الأسرة وهي الداعم الأساسي طبعا دور الأب كمان دور كبير جدا لكن تأتي الأم دايما هي صاحبة الفضل الكبير جدا واحنا باسم جماهير النادي الأهلي وباسم كل مصر بنشكرك على حتى تربيتك لمحمد وكان مثال للسلوك على المستوى الأخلاقي وعلى مستوى اللعب وبنقولك يعني كلنا بنفتكر محمد لكن خلينا نفرح بيك وخلينا نفرح بكل أمهات مصر ويعني عايزينك تقولي كمان قضيت اليوم ده ازاي يعني اليوم ده النهاردة أكيد ولادك حواليك أكيد كل الناس اللي بتحبك بيتصلوا بيك قضيت اليوم ازاي ده النهاردة يا حاجة اليوم قضيته طبعا الأولاد أيوة حوالي ومعايا الحمد لله دايما يا رب الحمد لله أيوة كلهم جوا وكانوا معايا والحمد لله يعني على فضل ربنا علينا برضه ربنا قبل ما بيبل بيضبر برضه صحيح ربنا برضه يخلي الموجودين ويرحم اللي مات هو اللي مات ما يتعوضش صحيح بس الحمد لله الحمد لله على حب الناس والحمد لله على هو فات لنا فات لنا كنز فات لنا حب الناس وهو محمد نفسه كان كنز خير صح انت عملت ايه حاجة علشان يعني محمد يظهر ويبقى بطل وبطل في النادي الأهلي احكي لي ربتي محمد واخواته ازاي كنت بتقول لهم ايه كنت دايما حريصة تعلميهم انت ايه حاج الدين يا بنتي حبيبتي ايه اتبقى بعلمهم التقوى الله والدين اهم حاجة اه الاخلاق والدين اه والضمير هو ده اهم حاجة اه اه حب الناس اه انه ما يكرهش حد ما يعني ما تلقاهم مولادي كلهم واحد كده ما يحدوش على حد ما يكرهوش حد حتى اللي يكرههم وبيعمل فيهم افصال تبص تلقاهم لو جه تكلمهم ولا حاجة احنا كلنا طبيعتنا كده تلقاهم صبقين بالخير وكده ومشلوش جواهم يعني حاجات وحشة والحاجات دي يعني و خاف ربنا هو ده ده يعني بيبقى سلاح صحيح مع خاف من ربنا بيبقى سلاح مع الانسان على طول ده صحيح حاجة ومشاء الله يعني حضرتك يعني ربيتي واوفيتي وكان اكيد فيه صعبات كتيرة جدا بتمر بحياة الام عشان تصنع بطل وخاصة لما هذا البطل يكون كمان مقترن بكيان كبير زي النادي الاهلي عنده مبادئ وعنده سلوك معين فأكيد هذا السلوك ودايما بنتكلم ان البيت تربية البيت هي الاول وبعدين بييجي النادي فواضح جدا يعني من كلامك وأكيد واضح من طبعا سلوك الله يرحمه محمد ان كان فيه توازي كبير جدا مبادئ النادي الاهلي مرتبطة بمبادئ البيت والأسرة كان لها عامل كبير جدا جدا يا حجة انك تربي وانك تطلعي واني يكون فيه نجم كبير زي محمد الله يرحمه موجود في جدرات النادي الاهلي يا ابني هو البيت الأساس صحيح البيت بيبقى بيبقى الأساس المدرسة وال مهما برضو الواحد يطلع بره ويتعلم بس يعني البيت بيبقى أساس صح برضو التنشئة الدينية كويسة بتبقى حرصة الولد أو البنت صح لو عنده ضمير مش هيجدب لو عنده دين مش هيجدب لو عنده دين هيبقى عنده ضمير لو عنده دين هيبقى عنده كل حاجة أنا معاكي مية في المية وليلي بقى بعد محمد رحمة الله عليه بقى عيد الأم بالنسبة لك حاجة تانية مش عايزة عرف إيه المختلف بس أكيد في ناس كتيرة جدا بيعنيها يعني في اليوم دوت إن هي تقولك كل سنة وانت طيبة وتبقى حواليك مش شرط بأولادك من بطنك اللي جبتيهم فأقولي لي بقى الاختلف إزاي النهار ده عيد الأم بالنسبة لك هو الأولاد هو الأولاد أو حد من قريبنا أو كده في أي مناسبة ما بيجوش يميت يعني ما بيجوش نحيط خالص لأنهم هم عارفين لو جا يميت هنفجر فهم يعني بيتلاشاني كده كل سنة وانت طيبة وخلاص من بعيد كل سنة وانت طيبة يا حج وإحنا يعني بنقولك ده صوت كل الأهلوية وصوت كل المصريين كل سنة وانت طيبة وإن شاء الله تكون كل سنة سعيدة عليك وعلى أولادك وإن شاء الله تكون بصحة وسعادة ودايما متواصلين معاك ودايما تكون بخير وسعادة إن شاء الله يا حج ربنا يا كريمكم يا ابني والله بتسعدون و و ويعني انتم موديين وحشة محمد والله كلكم وربنا يخلي الناد الأهل وجماهير الناد الأهل وكل اللعيبة وكل الكبات بتاع الناد الأهل وربنا يخليلنا البت الكبير يا حبيبة يا روح قلبي بحدك كل سنة كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة حبيبتي وإن شاء الله كمان قريب أوي أوي تشرفين هنا بقى في بيتك البيت الكبير ينوع عشان ينور أكدر إن شاء الله يا تعيش ربنا يخليك يا حبيبتي يا ربي يخليك مش بس دايما أنا بشكر أم محمد عبدالوهاب جدا جدا نجمنا اللي هيظل طبعا الغائب الحاضر دايما عند كل الجمهور كل الناس بمختلف انتماءتها ودايما برضو افتكرت حاجة وهي بتقول ربنا يخلنا البيت الكبير كانت كل مناسبة الحقيقة بتمر يعني ودايما النادي الأهلي يعني بيحب يشارك يشارك مثلا الأسر أو المجتمع بحس انه دايما النادي الأهلي موجود في بيوت الأمهات ممكن كان فيه مناسبة قريبة كان سيد عبدالحفيز مدير الكورة محمد الشناوي كان سعد سمير الراحل ومحمد عبدالوهاب في الفيوم وزروها وكانوا معاها دايما النادي الأهلي موجود في المناسبات اللي ازاي دي وهو دا دور النادي الأهلي انا بحس ان ليه دور مش بحس يعني هو دي حقيقة نادي الأهلي بيبقى ليه دور او ادوار كتيرة جدا بعيدة عن كرة القادم بس فبتلاقي دوره المجتمعي بتلاقي دوره الإنساني بتلاقي دوره الخدمة بتلاقي دوره التنموي هو دا النادي الأهلي يا جماعة